لممارسة حقهم حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية واحد وخمسون مرشحا للرئاسة السورية بل قل إن شئت واحدا وخمسين كومبارسا يشاركون بطل المسرحية الأوحدة في عرضه المسرحي ما يسمى بمجلس الشعب التابع لنظام أساد أعلن إغلاق باب الترشح لمنافسة بشار أسد على الرئاسة التي لا يملك منها سوى الكرسي محددا تاريخ السادس والعشرين من شهر أيار المقبل موعدا للانتخابات مهللا بالديمقراطية التاريخية التي لم يسبق حصولها في مزرعة سوريا الأسد ديمقراطية لم تلقى اعترافا دوليا بل وجدت رفضا وتشكيكا كبيرا بنزاهتها واعتبار النتيجة محسومة مسبقا إذا كان هناك رغبة شعبية ومزاج شعبي عام ورأي عام يرغب بأن أترشح فأنا لن أتردد ولا لثانية واحدة بأن أقوم بهذه الخطوة المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون سحب غطاء الشرعية الدولية بشكل كامل عن انتخابات أساد قائلا إن الأمم المتحدة غير منخريطة في الانتخابات الرئاسية السورية وهذه الانتخابات ليست جزء من العملية السياسية لمجلس الأمن التي ينص عليها القرار الفين ومائتين وأربعة وخمسين بدورها رفضت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الاعتراف بالانتخابات ونتائجها مسبقا حيث رأت أنها لن تكون حرة ولا نزيها بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري مشددة على وجوب اتخاذ خطوات من أجل مشاركة اللاجئين والنازحين ومواطني الشتات في أي انتخابات سورية قائلة لن ننخدع طالما لم يتم ذلك في حين أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة على أن فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات مشيرا إلى أنها ستنظم تحت رقابة النظام فقط من دون إشراف دولي طالما لم تضمن مشاركة السوريين في الخارج مواقف مماثلة تبنتها المملكة المتحدة وألمانيا وإستوانيا والعديد من الدول الأوروبية في الأمم المتحدة وسط اعتراض متوقع لمندوب روسيا الذي قال إنه من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية مستنكرا ما وصفه التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا بين رفض وعدم اعتراف دولي بمسرحية انتخابات أسد لا يبدو أن نظام أسد يلتفت لها مستمرا في اللعب بإحدى وخمسين ورقة شدة ويضاف إليهم بشار الجوكر تقصد للرpm تقصد للبرمجل شكرا